مساء الخير مشاهدينا من برنامج بيت لكل كل الوطن العربي نتحدث اليوم عن واقع يعيشه العالم أجمع نتحدث عن التغير المناخي وعندما نتحدث عن التغير المناخي فإننا نتحدث عن واقع وليس تنبؤات العالم يشهد الآن تغير في درجات الحرارة يتحدث أيضا العالم عن ماذا يحدث من أمراض جديدة ومن ظهور فيروسات نتحدث عن الجفاف ونقص في مصادر المياه وبالمقابل إنعكاس ذلك على الزراعة والأمن الغذائي في حلقتنا من برنامج بيت لكل اليوم سنتحدث عن التغير المناخي وكيف بإمكاننا أن نتكيف مع هذا التغير وإنعكاساته على مختلف صور الحياة البشرية اليوم نتحدث عن قضية جدا مهمة وهي تغير المناخ حقيقة التغيرات الحاصلة بارتفاع درجات الحرارة والتلوث البيئي والانبعاثات وكل هذه الأمور تعتبر ناقوس خطر بالنسبة كبلدان عربي اليوم نشاهد الأمم المتحدة تصدر قرارات معينة هناك اجتماعات معينة هناك انعقاد الدورات مهمة للحد من ظاهرة التلوث البيئي والتغير المناخي بالإضافة لنشاهد في بلداننا العربية ارتفاع منسوب المياه قلة منسوب المياه تصحر الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تدخل البشر في بعض الأحيان في التسبب يكون سبب حقيقي في قضية تجريف الأراضي الزراعية وتتحول إلى أراضي قاحلة كل هذه الأمور التي تحتاج وقفة حقيقية من الحكومات العربية وأيضا المنظمات الدولية العالمية لتحد من ظاهرة التلوث البيئي وتغير المناخ وكل هذه الأمور التي هي ناقوس خطر بالنسبة للبشرية جمعة حقيقة كل هذه الأمور نتناولها اليوم في حلقتنا وتكون محور مهم من محاور هذا البرنامج برنامجنا العربي بيت للكل ستكون لنا أيضا حديث مطول مع ضيوفنا المختلفين من باقي البلدان من مصر والأردن وفلسطين إحنا في مصر كمان أنا سعيدة النهاردة وأنا بكلمكم وأنا موجودة في الهواء الطلق في مكان طبيعي جدا حيث طبعا الطبيعة الجميلة لكن وإحنا بنتكلم على درجات الحرارة وإزاي درجات الحرارة باقت حرارة درجة الأرض زادت وإحنا عارفين كويس قوي أنه في مؤتمر باريس كانوا بيتكلموا على درجتين مئويتين هما اللي سببوا كمان ارتفاع درجات الحرارة طيب بنسأل نفسنا درجات الحرارة دي لما بتزيد بتزيد كمان من التصنيع وإحنا عارفين أن فيه انبعاث حراري كبير جدا من الأرض وبالذات في أماكن كتيرة جدا اللي فيها مدن صناعية وأماكن يعني يعني يمكن فيها المكن الصناعي كتير بشكل بتأذي بقى قرات في العالم وإحنا عارفين مثلا أن قارة أفريقيا من أكثر القرات المتدررة من التغير المناخي مشكلة المناخ أن كلنا يعني إحنا مثلا عندنا في مصر أنا فاكرة كويس أجيال درسنا أن الجو يعني جاف حار صيفا معتاد الممتر شتاء لكن الكلام ده تغير لأن إحنا بقينا نلاقي الشتاء يجي فيها درجات حرارة عالية والصيف يبقى حر أو العكس ويمكن يمر عليك ارتفاع يمكن في هذا الصيف القاهرة كان فيه ارتفاع لدرجات الحرارة غير طبيعي حتى الهوى وإحنا قاعدين دلوقتي يمكن برضو فيه ارتفاع كبير جدا ده اللي خلى مثلا مؤتمر كبير زي مؤتمر المناخ اللي تم إقاماته منذ سنوات في شرم الشيخ في مصر كان مهمته أنه كمان يتكلم عن الخضار ويتكلم على أن إحنا نبدأ نفكر في الطاقة البديلة والطاقة الخضراء اللي ممكن تقلل الانبعاث الحراري اللي موجودة على الأرض وتخلينا نعيش بشكل أفضل وأحسن فطبعا ده اللي خلانا النهاردة يمكن وإحنا في الصيف عز درجات الحرارة اللي وصلت كمان فيه مناطق كثيرة جدا وإن كانت عربية وصلت لأكثر من خمسين درجة مئوية أنا فاكرة كويس قوي أنه إحنا في القاهرة عمرنا موصلنا لأكثر من حاجة واربعين لكن تبقى ماشي مثلا في العربية وتلاقي درجة حرارة العربية تديك أن انت 42 و43 وده ما حصلش أبدا لكن واضح جدا أن التغير المناخي لابد وأن الدول العالم كلها تفكر فيه ونرجع ندور على الطرق البديلة وندور على الأشياء الصحية اللي ممكن تقلل من الانبعاث الحراري وتخلينا نعيش في مناخ أفضل وأحسن في السنوات المقبلة أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بيت للكل في كل من فلسطين نصر الأردن والعراق ولا بد من أنكم تلاحظون خلال السنوات الأخيرة وربما في هذا العام تغير كبير على وضع المناخ بشكل عام فيما يتعلق برفاع درجات الحرارة أو هبوطها لمستويات غير مسبوقة تأخر المواسم أو الهطولات المطرية أو زيادة في نسب الهطولات المطرية بشكل عام وضع المناخ حول العالم يتغير ما الأسباب في ذلك؟ كيف تبدو الصورة في الدول العربية؟ في فلسطين على وجه الخصوص دول إقليمية؟ كيف تتأثر أيضا بالعوامل المختلفة؟